هناك تعاون جيد بين العراق والحكومة السورية نعم فيما يتعلق بالجانب العسكري والأمني لأن هذا خطر مشترك وهناك بقايا لداعش قوات سوريا الديمقراطية تتصدر عملية القضاء على هذه المناطق هناك الأجهزة الأمنية عليها أن تنسق الجهد الأمني والعسكري من أجل التمكن من هذا الخطر الذي هو خطر ليست فقط على سوريا وأنه خطر علينا وخطر على المنطقة